اشتركوا في القناة صحة وسعادة اسبوع الذي نتمناه ان شاء الله يكون اسبوع مليء بالتفاؤل مليء بالايجابية ومليء بالانجازات على الصعيدين الشخصي والعملي لكم جميعا مستمعين اهلا ومرحبا بكم في برنامج صحة وسعادة الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر اذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء هذا البرنامج مثل ما انتو تعرفون ان الهيئة قدم لكم مستمعين على اساس انه تفتح لكم نافذة للاطلاع على افكاركم ملاحظاتكم اراءكم وايضا من خلال هذا البرنامج نطرح مختلف المواضيع الصحية والطبية اللي تشغل بال الجميع فهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي وايضا من الاخراج معنا لستاذ عيسى سبيل فكل الامنيات لكم بحلقة خفيفة لطيفة تستفيدوا منها عموما مثل ما نبدأ يعني برنامجنا او بالاحرى اليوم يوم الاحد فطبعا مع اشراقة هذا الصباح يطالعنا ملحق البيان الصحي الصادر بتعاون وثيق ما بين هيئة الصحة بيدبي وصحيفة البيان الملحق هذا بتشوفونه مع صحيفة البيان اليوم طبعا في مجموعة من الاخبار المهمة ما نحاول نستعرض اهم هذه الاخبار الموجودة في هذا الملحق اول خبر عندنا يقول اصداء محلية وعالمية واسعة لحملة كن الاول في التبرع بالدم حققت حملة كن الاول في التبرع بالدم التي يروج لها عالميا نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو اصداء محلية وعالمية واسعة طبعا البارحة برشلون اخذه الدوري وراحت على رونالدو طبعا هذه الحملة هي تعطيكم الجانب الانساني عند لاعبي كرة القدم والنجوم العالميين عموما طبعا الحملة هذه حققت اصلاع محلية وعالمية واسعة بعد ان قامت وفود عدة من جهات محلية وعالمية بزيارات لمركز التبرع بالدم للاستفادة من تجربة الهيئة في تحقيق اعلى وفرة ممكنة من الدم المخصص لانقاذ ارواح المصابين والمرضى والخاضعين للعمليات الجراحية المختلفة طبعا انجاز اعداد الوحدات الدموية التي تم جمعها منذ اطلاق الحملة في السابع عشر من ابريل الماضي ولغاية الثامن عشر من مايو لحظة اعداد التقارير تعتبر قياسية مقارنة بالحملات الاخرى حيث تمكنت من جمع الفين وثمانمائة وثمانية عشر وحدة فيما بلغ عدد المتبرعين ثلاثة الاف وسبعمية واربعة متبرع حيث تم استبعاد ثمانمائة وستة وثمانين متبرعا لأسباب اما تتعلق بالوضع الصحي للمتبرع او وحدة الدم المتبرع بها وتفصيلا افاد تقرير خاص للبيان الصحي ان عدد التبرعات التي تمت في مركز زبيل التبرع بالدم وصل الى الف ومائتين وثلاثة وستين متبرعا مقابل ثمانمائة واربعة وسبعين في تبرعات الحملات الخارجية وستمائة واحدة ثمانين من خلالها التبرع بالحافلة المتنقلة للتبرع بالدم الحملة تستمر لمدة عام مثل ما تعرفون يعني فيها محاضرات توعوية وتثقفية في الكليات والجامعات تأتي لتأكيد اهمية تضافر جهود مؤسسات المجتمع وافراد والاطراف المعنية بما فيها من مؤسسات وهيئات القطاع الخاص ومستشفياته للوصول الى الاهداف المرجوة وهي تعمق القيم الانسانية وروح التلاحم بين كل شرائح المجتمع الحملة توفر خيارات عدة امام افراد المجتمع لتبرع بالدم منها تبرع في مقر مركز دبي لتبرع بالدم في حرم مستشفى لطيفة او التبرع من خلال الحملات الخارجية او حافلة التبرع بالدم المتنقلة للوصول الى الراغبين في التبرع اينما كانوا في اي وقت مثل ما نقول دايما ان هذه الحملة تفتح بوابها لكم مستمعين الكرام شكرا لكل من ساهم في هذه الحملة شكرا لكل من يعني تبرع بدمه واعطى من وقته لهذا العمل الانساني النبيل جدا فكل شكر لكم خبرنا الثاني يقول دخلت مستشفى راشد بشلل تام وعادت بعد اسبوعين جريا لتشكر الاطباء تعرضت مواطنة في بداية الاربعينيات من العمر الى جلطة دماغية حادة ادت الى اصابتها بالشلل التام مع عدم القدرة على النطق والفهم حيث تم نقلها الى مستشفى راشد وهي بين الحياة والموت وعلى الفور تم ادخالها الى قسم جراحة الاصاب وتم اعطاهها الادوية المذيبة للجلطات ولكن دون اتحسن في حالتها وعلى الفور ايضا تم نقلها لقسم الشع المقطعية حيث تبين ان الفتاقة تعرضت لجلطة حادة ادت الى اغلاغ 80% من شرايين الدماغ وتم ادخالها الى غرفة العمليات فقام فريق من الطباء برئاسة الدكتور سيلر ركنس تشاري ورئيس قسم العصاب باجراء عملية عاجلة لها وتم ازالة الانسدادات في عملية تعد من اخطر انواع العمليات طبعا بعدها تم نقلها الى غرفة العناية مشددة وبعد ايام من تحسن حالتها تم اخراجها منها العناية مشددة الى غرفة خاصة حيث كانت تقدم لها الخدمات العلاجية والعلاج الطبيعي وغادرت المستشوى في حالة جيدة بعد اسبوعين من تعرضها للجلطة عادت المريضة بفضل الله الى المستشفى تركض وتقدم الشكر الى طباء القسم على الرعاية الفائقة التي حظيت بها بعد ان كادت تفقد حياتها بسبب الجلطة انا اللي حقيقة شهادتي مجروحة في هذا القسم بالتحديد في مستشفى راشد لكن اللي ابغي اقوله التصرف الجميل من هذه المريضة انه تأتي لتشكر الاطباء يقولون من يشكر الناس لا يشكر الله فما تتخيلون هذه كثر ترفع من المعنويات عند العاملين فهذا هو التصرف الايجابي دائما الواحد يتصرف بايجابية غض النظر ان انقذوا حياته لكن الشكر واجب التمارين الرياضية مفيدة لمرضى الربو قالت دراسة برازيلية ان المرضى الذين يعانون من حالات ربو متوسطة الى حادة ويمارسون تمارين الرياضية ربما يجدون سهولة اكبر بالسيطرة على الاعراض الشائعة للمرض مقارنة بمن يعتمدون على العقاقير وحدها ووجدت الدراسة ان المرضى الذين واضبوا على استخدام جهاز المشي الكهربائي لمدة ثلاثة اشهر تراجع لديهم اثنان من اعراض المرض يسببان صعوبة في التنافس هما الالتهاب والحساسية الشديدة في الشعب الهوائية وقال الدكتور سيلسو كرفالهو مسؤول فريق الدراسة وهو باحث في كلية الطب جامعة ساو باولو في البرازيل انه بينما تعد الاستفادة تعد استفادة مرضى الربو من التمارين الرياضية امرا غير مثير للدهشة تقدم النتائج دليلا جديدا على ان النشاط البدني يمكن ان يساعد حتى المرضى الذين يسيطرون على الاعراض باستخدام الادوية واضاف تشير هذه المعلومات بقوة الى ان التمارين الرياضية لها تأثير مضاد للالتهاب لدى مرضى الربو اتذكر في مجموعة من الرياضيين المعروفين كانوا يلعبون يعني لعبي كرة قدم من نجوم الصف الاول عندهم ربو وانا عيسى تتذكر حد فيهم ولا انت سعيد والله انا ناس انهم انا كان فيه لاعب في الدورة الانجليز نسيت اسمه والله هذا كان واحد من المعروفين عنده ربو وكان بيكم والله ما اظنه اكيد يمكن بيكم لا فيه واحد ثاني في بالي عموما دبي للامراض النسائية يرفع معدلات الاخصاب الى 57% وهي الاعلى عالميا طبعا هذا الخبر انا اقوله يقول يعد مركز دبي لالامراض النسائية والاخصاب التابع لهاية الصحب دبي احد اهم المراكز الطبية التخصصية الرائدة على مستوى منطقة الخليج والشرق الاوسط بشكل العام في علاج الامراض النسائية والعقم ورفع معدلات الانجاب لدى الراغبين في الاستفادة من خدمات المركز الذي يطبق افضل البروتوكولات والممارسات العلاجية في مجال الاخصاب طبعا تمكن المركز خلال سنوات القليلة الماضية بما يمتلكه من خبرات طبية وتقنيات متطورة من تحقيق انجازات متعددة وضعته في مقدمة المراكز الطبية المتخصصة في علاج العقم بعد ان تخطط نسب النجاح في عمليات الاخصاب التي يجريها المركز المعدلات العالمية واستعرضت الاستاذة هنا عبيد طحوارة مدير مركز دبي للامراض النسائية والاخصاب خلال حديثها مع البيان الصحي الانجازات والخدمات المتميزة التي يقدمها المركز لجمهور المتعاملين معه من مختلف دول العالم واشارت الى جهود الدقوبة التي يقوم بها المركز لتخفيف العب المالي عن الاسر ومساعداتها على تحقيق احلامها في الحصول على مولود طال انتظاره بعد ارادة الله سبحانه وتعالى وقالت طحوارة هناك نتائج ايجابية غير محدودة لمبادرة امل التي كان قد اطلقها صاحب اسمه الشيخ محمد براشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مايو 2013 لاعفاء المواطني من رسوم العلاجية في المركز حيث حققت المبادرة السعادة لعدد من الاسر الاماراتية ومنذ اطلاقها وحتى شهر يونيو 2015 اتبلغ عدد مواليد الاحياء بعد تلقي العلاج من خلال هذه المكرمة خمسون طفلا من اجمال عدد الذين بشروا العلاج وفقا للشروط المعتمدة المعتمدة لمساعدة المواطنين في تحقيق حلم الحمل والانجاب والله يرزق كل شخص ما عنده عيال الله يرزق ان شاء الله سكولز ايوة هذا اللعب سكولز طلع عليه طلع منه طلع ما منت طبعا عيسى كي دسعية ساعتك عيسى يا السلام عليك سكولز صحيح كان يعاني من الربو وهو واحد من النجوم الصف الأول في الدوري الإنجليزي طيب نحن قبل تعليق على خبر الإخصاب قبل أن أطلع فاصل بس أنا أتذكر كانت دكتورة ماري جون يوم أتكلم معاها على موضوع الإخصاب وكذا وتعطيني التقنيات وهذا قلت له يعني الحين أنتوا تقولون صراحة لأنا شوفها من التقنيات هذه خلاص الواحد إذا يبغي ينجب ينجب قلت لي لا هذا معنى هي مش مسلمة بس تقول هذا من عند رب العالمين هو اللي يقرر شوفوا معنا العلم هذا كله وهذه مش مسلمة وتقول هذا من عند رب العالمين هو اللي يقرر فاصل المستمعين وبعدها ما نرجع ما نتكلم على موضوع شيق مع أحد الضيوف عبر الهاتف فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا سعيد من حرج شوي اليوم لأنه عنده مشكلة وايد مزعجة لكن مبروحك يا سعيد عندي قشرة الرأس فتقريبا 50% من عامة الناس عندهم نفس المشكلة القشرة عبارة عن خلاي ميتة بفروة الرأس وهي حالة طبيعية لما تكون بحد بسيط لكن لما تزيد عن الحد الطبيعي وتبتدي تبين على الملابس خاصة لما تكون سميكة ومعاها حكة وقتها ممكن تكون بسبب بعض الحالات المرضية وأحد الأسباب الشائعة للقشرة هي الأقزيمة الدهنية اللي ممكن تبين في الأطفال بين عمر الأسبوعين والسنة وعادة القشور تكون صفرة على فروة الرأس والحواجب وداخل أو خلف الأذن والأقزيمة الدهنية تصيب 3% بين عمر الثلاثين والأربعين سنة والرجال أكثر من النساء وبعد تزيد الحالة يا سعيد مع الإجهاد النفسي والاسترس وفي حالات القشور إذا كانت سميكة خاصة في أطراف فروة الرأس وقتها ممكن تكون عرض بنعراض مرض الصدفية ويا سعيد لا تحك راسك فعلاج القشرة بعلاج أسبابها وبعد باستعمال الشمبوهات الطبية اللي فيها مضاد للفطريات أو مادة القطران لا تستحو من القشرة بل عالجوها عساكم دوم بصحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامج صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للآلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين غدا ينطلق إن شاء الله معرض الوظائف في إمارة دبي معرض الإمارات للوظائف في هذا المعرض تشارك هيئة الصحة بدبي بمجموعة من الخيارات التي سوف تتيحها للراغبين للالتحاق بهذه المؤسسة وهذه الهيئة الراقية جدا حقيقة في مختلف المجالات التي أتاحتها للمواطنين اللي يبوني يشتغلون في السلك الطبي فالمجال مفتوح لكم إن شاء الله باتشر ما نعطيكم تفاصيل أكثر أيضا من خلال برنامجنا ما نفتح بعد الباب لمسابقة يومية على هامش مشاركة هيئة الصحة في هذا المعرض إيسا الضيفنا جاهز ولا بعده؟ بعده؟ زين خلنا إليه ما يجهز الضيف نعطيكم بعض الأشياء الغذائية اليوم ما قلت لكم أي موضوع غذائي يقول من بين الأشياء من بين العادات الغذائية السليمة زين الأكل ببطء يحافظ على الوزن العادات الغذائية السليمة سبب مهم للتمتع بحياة صحية خالية من الأمراض فالاعتدال في الطعام يخفف من الآثار السلبية للبدانة التي انتشرت بصورتها المرضية على نطاق واسع نتيجة أنماط الحياة الاستهلاكية وقلة الوعي الصحي وعدم ممارسة الرياضة طبعا دراسة حديثة قالت أو أجرها فريق من الباحثين في جامعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا قالت أن تناول الطعام ببطء يساعد على تخفيض وزن الجسم وذلك لأن هذه الطريقة تجعل إنسان يتناول كميات أقل من الطعام وتتيح له فرصة للاستمتاع به وأشار الباحثون إلى أن الدراسة شاملة الثلاثين امرأة صغيرة السن قدمت لهن وجبة من الماكرونة مع صلصة مكونة من الطماطم وخضروات وجبن يا سلام بعد أن تناولنا في وجبة الإفطار أغذية تحتوي على نحو أربعمائة سعرى حرارية وبعدها قسموا المجموعة إلى فريقين الأول طلبوا منه تناول الطعام بسرعة والفريق الثاني طلبوا منه وضع الشوكة إلى جانب الطبق بعد تناول كل لقمة وتناول الطعام ببطء وكميات صغيرة ولاحظوا الباحثون أن المجموعة الأولى أتمت تناول وجبة في تسع دقائق التهمنا خلالها ستمية وستة واربعين سعرى حرارية أما أفراد المجموعة الثانية فقد تناولنا خمسمية وتسعة وسبعين سعرى حرارية في تسعة وعشرين دقيقة على طهري الأكل ببطء أنا يمكن في أمعات العائلة آخر واحد ينشف من السفرة لكن أقولهم أنا أقل واحد فيكم يأكل اليوم يا ثقر هذا الخبر كانت تذكر يعني حتى التعليقات يا أخي قوم بسك أكل بسك أكل يا جماعة الخير أنا أستمتع بالأكل أكل شوي شوي فاكتشفت أن هذا موضوع صحي عموما ما نروح على موضوع بهايد مهم دشت نتية الصحة بدبي أحدث مراكزها طبية هو مركز الراشدية لفحص اللياقة الطبية اللي شهد تحول مهم في تجهيزات الطبية وبنية التحتية ومرافقها في خطوة مهمة اتخذتها الهيئة لتوفير أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة المعمول بها في مجال الفحوصات الطبية الدقيقة طبعا نحن نتعرف على إمكانيات هذا المركز وما يحتويه من خدمات مع الأستاذة ميسة البستاني مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي حياتي الله معنا أخي ميسة السلام عليكم أخي محمود وعليكم السلام نحن يمكن هذا أول لقاء لنا معاك أختي ميسة ولا الثاني في البرنامج الثاني الثاني لقاء الثاني خلاص نريد أن نشوفه بعد عن قريب إن شاء الله لأنه عندكم وايد إنجازات في إدارتكم ما نتطرق لها إن شاء الله من خلال هذا البرنامج لكن اليوم شاهدنا منذ فترة افتتاح مركز الراشدي لفحص اللياقة الطبية ويتنا العديد من الأسئلة حول هذا المركز يلي تنعرف الساد المستمعين في البداية عن المركز وما يحتوي من خدمات ويعني إمكانيات في البداية طبعا نصبح لجميع المستمعين وشكرا إلى هذا الاقتصال بالنسبة لمركز اللياقة الطبية في الراشدية طبعا هو تم إعادة افتتاح المركز الأسبوع الماضي بعد إجراء تحديث كامل للتصميم الداخلي على أساس أن نعطي دك يديد للعملاء وتم طبعا إضافة فئة اللي هي فئة العائلات سابقا كانت الخدمة مقتصرة فقط على السيدات فاحنا لاحظنا أن الكثير من السيدات أو الزوجات يعني يحضرون مع أبنائهم أو مع أزواجهم أو مع والدينهم يعني قلنا بنستقبلهم في المركز تحت فئة أو مسمى العائلات بالإضافة أن استحدثنا قاعة جديدة اللي هي بتكون للرجال قاعة انتظار وفي قاعتين داخليات وحدة للسيدات وقاعة أخرى للعائلات يعني إذا كان الزوج مع زوج وكانت السيدة مع وردها أو الأب ويابنت يعني يعتمد على صدرات القربة فبيكونون في قاعة خاصة فيهم بالإضافة أن استحدثنا في المركز حاليا مكتب طبعا لتقديم خدمات للجمهور وإن شاء الله بعد في القريب بنفتح بعد مقهى وبيكون في مكاءن حق الوجبات الخفيفة والمشروبات الخفيفة في المركز بالإضافة أن عدنا طبعا غرف العلاج وغرف التطعيم وبنستحلظ بعد خدمة الصحة المهنية لأن المركز يتسع يعني لعدة خدمات في مكان واحد في القسم الآخر بيكون عدنا قسم أنظمة المعلومات وبيكون عدنا بعد قاعة للمحاضرات للموظفين وقاعة للتدريب والمركز جاهز لاستقبال الفئات اللي احنا ذكرناها اللي هي العائلات وطبعا تم تحويل الخدمات أيضا من قسم الخوانيج اللي في عيادات الخوانيج وتم تحويل الخدمة أيضا من قسم الطوار قسم لياقة طبيعة الطوار اللي هي في عيادة الطوار اللي تتبع رعاية الصحي الأولية إلى مركز الراشدية المركز يستقبل تقريبا يوميا نحن الطاقة الاستيعابية للمركز بالضبط أنا كتاب ويسألت عن الطاقة الاستيعابية نعم كم تقريبا ألف إلى ألف وخمسمية طبعاً ممكن نستقبل أعداد إضافية بزيادة ساعات العمل ونفتح مثلاً أيام الإجازات قبل استقبال أي عدد متوقع اختي ميسة قبل التحديثات هذه كم كان الطاقة السعابية للمركز؟ كانت تقريباً 200 إلى 250 كل يوم ما شاء الله 250 إلى 1500 ما شاء الله عليكم رفعتوا هذه الطاقة رفعنا الطاقة المركز شو المناطق اللي راح يخدمها؟ يخدم منطقة الخوانيج والطوار يخدم الورقة يخدم ديرها يخدم يعني أي حد في منطقة ديرها حاب ياخذ الخدمة تحت مسمى فئة العائلات أو السيدات وممكن يتفضل عندنا هناك في الراشدية ونقدمنا الخدمة على أكمل وجه إن شاء الله جميل شو اللي خليتوا حق المستقبل شو بتسوون في المستقبل شو ما شاء الله يعني كل شي حطيته شو الخطط اللي موجودة عنكم؟ باتش 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 حدود إمارة تدبيل حينما نزود هالخدمة بناء على رغبتهم لتوجه هيئة الصحة هو تقديم الخدمات في الأماكن القريبة من وجود السكان جميل شو الأشياء اللي حابت واجهين فيها الجمهور اختميسة في هذا المجال؟ أولا حابين نخبرهم أننا نحن طبعا نحاضرين في خدمتهم في أي وقت إذا كان في أي ملاحظات إذا كان عندهم مثلا أفكار ممكن نحن نضيفها لتحسين جودة الخدمة نحن مستعدين نستقبلها طبعا نحن نرحل فيهم في مركز الراشدية نقول متفضروا عندنا هناك الخدمة موجودة والمواطفين موجودين أوقات العمل من الساعة السابعة ونصف صباحين إلى الساعة الثانية ونصف بعد الظهر وممكن طبعا على حسب زيادة العداد ممكن نحن نمدد ساعة الخدمة ويعني ونحن حاضرين لوجودهم في أي وقت في أرقام تواصل شيء ممكن يتواصلون معاكم طبعا هو سئلة الرقم اللي هو ثمانمية دي اتش اي اللي هو ثمانمية ثلاثة أربعة ثنين بالضبط هذا الرقم اللي هو رقم الهيئة وهم يحاولون كل المقارمات للتصالات جميل نتمنى لكم التوفيق اختي ميسا وشاكرين لك وقتك وردك على هذه التوضيحات ونتمنى لكم ان شاء الله مزيد من التقدم وفي مراكز يديدة في الطريق صحة ولا أنا غلطان؟ بالتأكيد ان شاء الله خلاص ما نخبرهم في حزتها ان شاء الله بس هذا ميسا البستاني مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي شكرا جزيلا لك شكرا إذن مستمعين مثل ما أنتم سمعته أن يعني في مستوى خدمات رفيع في هذه المراكز لأن صار عندها أمكانيات وقدرات هائلة لاستيعاب أعداد كبيرة من العملاء يعني ما بين 250 إلى 300 مراجع في اليوم ترفع الطاقة الاستيعابية الاستيعاب يعني 1500 مراجع في اليوم أعتقد أن هذه نقلة كبيرة طبعا في إمكانيات المركز الحديثة والمنتطورة مثل ما ذكرت اختميسة قالت أن المركز بيخدم المناطق المحيطة فيها اللي هي الراشدية الخوانيج الطوار والورقة أيضا في توسع في نطاق خدمات فحص اللياقة لتشمل العائلات والخادمات وقبل كانت قاصرة يعني على النساء فقط فندعوكم لتوجه إلى هذا المركز للإستفادة من هذه الخدمات وأيضا في المستقبل إن شاء الله بتكون هناك المزيد من الخدمات في مجال خدمات اللياقة الطبية ما نعرفكم فيها أنا مشكلة ما أقدر أقولكم كل شيء يا ليه تقدر أقولكم كل شيء في حزاته لكن فيه وائد مفاجآت لأن بيمانة الهيئة تعمل على قدم وساق لتوفير السعادة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة ما نطلع فاصل معاكم مستمعين وما نرجع إن شاء الله مع موضوع آخر فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا إذن سعد الله وقاتكم مرة أخرى ومستمعين الكرام وحياكم معنا في الجزء الأخير من برنامجكم الصحة والسعادة دراسة نرويجية جديدة توصلت إلى أن الأشخاص اللي ينامون أكثر من ثمان ساعات أو أقل من أربع ساعات كل ليلة يواجهون خطر الوفاة بسبب أمراض القلب وجمع الباحثون من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا بيانات أربعمائة ألف شخص مالغ من تايوان أعمارهما بين عشرين سنة فما فوق ممن خضعوا لفحوصات طبية بين عامين أربعة وتسعين إلى ألفين ودعش وسهل المشاركون في البحث عن مدة نومهم كل ليلة من صفر إلى أكثر من ثمانية ساعات الباحثون وجدوا أن 717 من المتطوعين لخضعوا للمتابعة توفوا بأمراض القلب والأوعية الدموية وشارت النتاج لأن الذين ينامون ثمان ساعات أو أكثر كانوا أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة 35% مقارنة مع أولاك الذين ينامون ما بين 6 إلى 8 ساعات أما الذين ينامون أكثر من أربع ساعات فكانوا عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب 34% إذن كانت الدراسات السابقة تشير إلى أن قلة النوم التي سببها التوتر تزيد من معدلات ضربات القلب وضغط الدم وإفراز الأدرينالين وهذه العوامل كلها ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأكدت نتائج الدراسة الجديدة ارتباط النوم كثرة أو قل بخطر الوفاة بأمراض القلب وأشارت الدراسة إلى أن النساء في كلتا المجموعتين كنا الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بالرجال وقال الباحثون أن النوم الكافي يعتبر جزءا من نمط الحياة الصحية مما يستدعي القيام المزيد من البحوث والدراسات لفهم آليات الأساسية المرتبطة بالنوم فمثل ما نقول دائما لا إفراط ولا تفريط الواحد يكون في النص ما بين أنه ممكن ينام يعني ساعات معتدلة 6-8 ساعات أعتقد وقت كافي وزيادة بعد تبون الصدق طيب نحن كان مفروض أن يكون معنا نظيف على الهوى اليوم لكن يبدو أنه نشغل شوية معنا فمن قضيها معاكم أخبار والدراسات ومن شوف شو آراءكم أنتوا على المواضيع وإذا حد يبغي يتداخل معنا عبر أي موضوع بعد كذلك من المواضيع اللي طرحناها فممكن أنه يتوجه معنا عبر رسالة نصية 4006 على هذا الرقم أول اتصال على الرقم 6-0-0-1 6-0-5-5-1-4-1-4 برج بعينة شذا عيسى أول ما غرط في الرقم إن شاء الله كانت في رسالة يقول السلام عليكم يرجى تكرم بتوحيد الطباعة بحيث يكون إنجاز الفحص من أي مكان طيب أنا برفع هذا الاقتراح على أو ببعثها حق الأخت ميسى ما لحك تقرأتها ووصل للمسج فاسمح لنا لكن منوصل ملاحظتك إن شاء الله طيب خمس سكان العالم سيعانون من السمنة المفرطة بحلول عشرين خمسة وعشرين هذا عقوب أكسبوه حذر خبراء من أن خمس سكان العالم سيعانون من السمنة المفرطة بحلول عام عشرين خمسة وعشرين إذا استمرت المعدلات الحالية وأظهر تحليل جديد لاتجاهات مؤشر كتلة الجسم نشر في دورية لانسيت الطبية البريطانية أنه منذ سبعينيات القرن الماضي فإن مؤشر كتلة الجسم ارتفع في شتى أنحاء العالم من واحد وعشرين فارز سبعة إلى أربعة وعشرين فارز اثنين وكشفت الأبحاث خلال فترة تمتد إلى أربعين عاما بين ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين إلى ألفين واربع عشر ارتفاع أعداد الرجال والنساء الذين يعانون من السمنة المفرطة من أمية وخمسة ملايين شخص إلى شوفوا كم من أمية وخمسة ملايين شخص إلى ستة أمية وواحد واربعين مليون سجلت الصين في عام 2014 أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في العالم بنحو ثلاثة وأربعين فارز اثنين مليون رجل وستة وأربعين فارز أربع مليون امرأة وشكل الرجال الصينيون نسبة ستة عشر فارز ثلاثة في المئة من البدانة العالمية بينما شكلت الصينيات اثنين أو اثنى عشر فارز أربعة بالمئة إذا انت شفت صيني امتين ولا أنا ما أدري يعني وأرقام كبيرة ما شاء الله الصين كم مليون عندهم وايدين لكن عموما في شغلة دايما الناس اللي اللي يضايقون لما الواحد يعقم المكان ولا ممكن انه يهتم بنظافة داي يشوفون هذه شغلة فيها فوبي شوي أكثر لا يقولك خمسة مايو هو اليوم العالمي لنظافة الأيدي اللي يحتفل فيه العالم كل عام طبعا نحن تطرقنا في هذا اليوم لأهمية نظافة الأيدي منظمة الصحة العالمية حثت جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية على تحسين مستوى السلامة من خلال تحسين نظافة الأيدي والحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية طبعا يدور موضوع حملة اليوم العالمي أو دار هذا الموضوع لنظافة الأيدي هذه السنة حول العدوى التي تصيب موضع الجراحة مع التركيز بشكل خاص على ضمان نظافة الأيدي لحظة دخول المريض إلى المستشفى مرورا بتحضيره للجراحة وأثناء الرعاية التالية للعملية الجراحية وحتى خروجه من المستشفى هذا موضوع وايد مهم أنا بحاول إن شاء الله في المستقبل القريب أني أتناولها بالتفصيل مع أحد الطباء اللي حقيقة ممكن يفيدنا بشكل كبير في هذا المجال لكن بعيد عن الأهمية المحافظة على النظافة الأيدي عند العاملين في السلك الطبي أيضا بالنسبة لنا نحن يا جماعة الخير وايد مهم إن نحافظ على نظافة أيدينا معظم الأمراض اللي ممكن تنتقل لنا عن طريق ملامسة بعض الأسطح اللي فيها الجراتيم أو كذا أو العطس أو يعني قدر الإمكان حاول لا مم قدر الإمكان لازم لازم تغسل يديك وتنظفها دائما غسل الإيد ما بتحط لي معاقم وقلت إن كنت نظفت يدك لا اغسل إيدك بالماء والصابون طيب بالنسبة قبل أن أدخل للبرنامج كان يكلمني عيسى عن موضوع جهاز السكري هذا اللي توفره هيئة الصحة الجهاز الأذكى في العالم لقياس السكري طبعا للمواطنين مجانا لكن هذا الجهاز مثل ما قلنا يصرف ولا يوزع يصرف شو معنات يصرف ولا يوزع يصرف بوصفة طبية الدكتور اللي أنت تتعالج عنده هو اللي يصرف لك إذا أنت تستحق هذا الجهاز أم لا حقيقة بس بحث لكم فكرة سريعة عن الجهاز أن الجهاز هذا أحد أفضل الجهزة القياس السكري في الدم وآخر ما جاد به العالم من التقنيات والتكنولوجيا المستزمات الطبية فائقة ومستوى وذلك في إطار توجه الهيئة لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمتعاملين طابعا المصابين بداء السكري أشادوا بخطوة الهيئة وحرصها على توفير هذا الجهاز المتقدم وبدأت إدارة خدمات الصيدة المشرفة على توفير الجهاز في اتخاذ التدابير المناسبة ولجراءات السلسة تمهيدا لصرف الجهاز الجديد على المصابين بداء السكري من المواطنين مجانا وذلك اعتبارا من اليوم فيما حددت مراكز التوزيع في مستشفى راشد ودبي ولطيفة طبعا إلى جانب مركز دبي للسكري طبعا هذا الجهاز المعروف بفريستاير ليبري من أحدث التقنيات الذكية لمراقبة مستويات الجلوكوس في الدم ومن دون ألم وبدون جراحة بدون الحاجة للوخص من دون دم أو أي طريقة تقليدية طبعا نحن تناولنا هذا الجهاز بالتفصيل مع الدكتور السيد في حلقة الخميس وذكر كل التفاصيل اللي بتكون خاضع لتوفير هذا الجهاز ومثل ما قلنا أيضا دكتور سألنا حتى الجهاز هذا بس قاصر على المواطنين المقيمين ما بيكون لهم هذا توفير الجهاز قال لا نحن ممكن نوفر الجهاز لكن للمقيمين ممكن أن يشترونه الهيئة توفره بمبلغ معين ممكن نشتري هذا الجهاز وأيضا حتى المواطنين اللي حابين يغتنون هذا الجهاز ما اسمعك عيسى لا هو يوم الأحد بيبتدي التوزيع اليوم إن شاء الله رح يكون التوزيع خلي يوصل عندهم عيسى مستعيل بس خلنا نكمل هاي النقطة وبقول لك عيسى الجهاز هذا ممكن واحد يشتريه يتقدم بس بالطلب أن يشتريه إذا كان من المقيمين أو حتى من المواطنين اللي ما تنطبق عليهم المواصفات اللي الخاضع لي صرف هذا الجهاز إيسى يقول لي توفره تصل فيه وما موجود الجهاز في مركز زبالي السكري هنقول لك إيسى الجهاز اليوم الأحد سوف يصل ويتم توزيعه الآن توفره الساعة 11 ترية الدواء بعدها بقل مستعيل إيسى عموما فالجهاز مثل ما قلناكم يعني هذا آخر ما جد به العلم في هذا المجال بعدين يعني في صور وزعوا على بعض المرضى ترى عيسى تبغي تعرف ضوابط ومعايير صرف الجهاز نقول لك إياها على السريع الجهاز المرضى المصابون بداء السكري من نوع الأول ممن يعانون هبوط مستوى الجلوكوز بالدم بشكل متكرر وعدم الدراية بأعراض هبوط الجلوكوز اثنين تعدي مستوى السكر التراكمي أو ما يعرف الـ HPA1C عن الحدود العليا والتغير المتزايد في مستويات الجلوكوز بالدم مما قد يتسبه في هبوط شديد في مستوى الجلوكوز الذي قد يكون معيقاً للحركة أو مهدداً للحياة الحاجة لخفض مستوى السكر التراكمي اللي هو HPA1C دون التسبب في هبوط مستوى الجلوكوز بالدم عن مستويات طبيعية طبعاً الأطفال المصابون بداء السكري من النوع الأول ومعرضون لخطر هبوط مستوى الجلوكوز بالدم عن مستويات طبيعية على أن يتم يعني إن شاء الله الصرف لعينة تجريبية من هؤلاء الأطفال المرضى المصابون بداء السكري من النوع الأول أو الثاني يأخذون عدة جرعات حقاً من الإنسولين يومية ولديهم سيطرة ضعيفة على مستويات الجلوكوز بالدم وغير قادرين على إجراء الرصد الذاتي للسكر في الدم بشكل متكرر يومياً المرضى المصابون بداء السكري من النوع الأول أو الثاني ويأخذون عدة جرعات حقاً من الإنسولين يومية ولديهم سيطرة ضعيفة على مستويات الجلوكوز بالدم ويعانون من تغير متزايد في مستويات الجلوكوز الذي لا يمكن مراقبته أو توضيحه من خلال الرصد الذاتي للسكر في الدم أيضا الرصد الذاتي هذا يقصد في الاس ام بي جي إجراءات قياس مستوى الجيلوكوز بالدم من قبل المرضى أنفسهم وذلك بيستخدام أجهزة قياس السكر الاعتيادي المتداولة والمعتمدة على وخز الأصبع للحصول على عينة من الدم ومثلما وضع فيه شريحة بالجهاز لحصول على قراءة السكر طبعا قلنا أن هذا الجهاز سوف يتم صرفا للمواطنين اللي فيهم هذه الشروط أو هذه المعايير اللي المطلوبة في عندنا وقت خلونا نستفيد منه في الحديث حقيقة عن ثلاث دقائق نزين ثلاث دقائق ثلاث أخبار ممكن نقرأ نزين لأن في عادة جديدة طلعت عند الكثيرين في هذه الفترة اللي خاصة بالتسوق الإلكتروني وكذا هنا صحة دبي تحذر من أدوية الانترنت وخمسة وتسعين في المئة من المكملات على المواقع الإلكترونية مغشوشة شو فيها مغشوشة حذرت إدارة الصيدلة في صحة دبي من مخاطر الأدوية التي تباه عبر مواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لخطورتها على الصحة العامة مشيرة إلى أكثر من خمسة وتسعين في المئة من تلك الأدوية أو المكملات مزيفة ومغشوشة طبعا منتجات مغشوشة وأكدت إدارة الصيدلة أن هذه نظارة التسويق الإلكتروني لمنتجات الطبية وخاصة أدوية الضعف الجنسي المكملات الخاصة بالتنحيف حبوب إنقاص الوزن وقف تساقط الشعر يوه اش كثرهم اش كثرهم حسابات هذه لما تساقط الشعر والمكملات الجنسية والخلطات العشبية علاج السمنة ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول بالدم هاي منتجات دوائية مغشوشة ومزيفة مسجلة لشركات عالمية تحتوي على مواد فعالة بنسبة عالية جدا لإهام المرضى أن نتائجها أفضل من الأدوية الأصلية أو قد لا تحتوي على أي مادة فعالة أصلا الإدارة إدارة الصيدة لأكدت أن النسبة عالية من تلك المنتجات هي مقلدة ومغشوشة وتفتقر إلى الفعالية الدوائية وبالتالي فإنها لن تفيد من تتطلب حالته الصحية المنتج المطلوب كما أن معدلات السمية في الأدوية المقلدة تعتبر عالية جدا حيث لا توجد أي وسائل للإشراف الفني أو التقني على إنتاجها وما هي لأغلفة مميزة للمنتج الأصلي اللهم قد بلغت اللهم فشهد محديس يأخذ أدوية من السوشال ميديا وكذا ويتسمم وما أدري شو يتسوي في عمره عقبي يقول والله أنا أخذ هذه الأدوية وأنا غلطان وأبغيت حالج يا أخي الوقاية خير من العلاج أهتم بنفسك أدوية السوشال ميديا هذه ما تنفعكم يا جماعة الخير الواحد ما يأخذ الشيء إلا لا تأخذ دولة من غير وصفة طبية فما بالك ساير على السوشال ميديا أو على الإنترنت تشتري أدوية أنا أستغرب حقيقة من الناس اللي ممكن ينقادون لمثل هذه التصرفات الوقت داهمنا لكن غدا إن شاء الله لنا موعد أو لنا لقاء في نفس الموعد وبتكون عندنا إن شاء الله مسابقة خاصة على هامش مشاركة هيئة الصحة بدبي في معرض الوظائف معرض الإمارات للوظائف فنتمنى منكم يعني زيارة المعرض وزيارة جناح الهيئة المشارك في المعرض للاطلاع على الفرص الوظيفية اللي توفرها لكم الهيئة من خلال هذا المعرض وبنستضيف أيضا حد من الموارد البشرية يعطينا تفاصيل أكثر عن هذه المشاركة فخلاص إن شاء الله خلصنا عموما وصلنا لختم حلقتنا اليوم على أمل أن نرقاكم إن شاء الله في الغد قبل تحياتي محدثكم حمود يوسف وفي الإخراج كان معنا أيسا سبيل وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي